اغتيال زعيم عربي يزلزل دولة عربية وشعبها ومفاجآت بالجملة شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام برحب حضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبداللطيف وأخطر ما تتوقعه للدول العربية معانا النهاردة توقعات مهمة وخطيرة جدا يريد تتفعونا لنهاية الحلقة عشان تعرفوا ايه هو الاغتيال الكبير اللي توقعته ليلى عبداللطيف لزعيم دولة عربية بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وما تنساش انك تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول بتتوقع ليلى عبداللطيف اننا حنكون أمام ولادة تحالف عربي جديد تلعب فيه المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وباقي دول الخليج الدور الأكبر أمام المصالحات والتحالفات العربية القادمة والمفاجآت الخليجية الآتية من سوريا إلى إيران ومن تركيا إلى العراق ومن اليمن إلى ليبيا وصولا إلى لبنان هنا أرى أن السعودية ومصر وتركيا سيلعبون دول الأكبر خلال المرحلة القادمة في حسم الخلافات العربية والإسلامية ابتداء من سوريا وسوف نشهد عدة لقاءات بين قيادات هذه الدول خاصة بين السعودية وإيران مع ولادة حلف أو تحالف عربي جديد سوف تنجح فيه مساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إنتاج ربيع عربي حقيقي خالي من التطرف وبعيد عن مشاهد الفوضى والحروب كمان تتوقع أن أنظار العالم والشعوب العربية ستكون مسلطة خلال المرحلة القادمة على كل هذه التحركات السعودية والعربية وأيضا تتعلق بما سيحققه ولي العهد السعودي لبناء تحالف عربي جديد وأنا أقول أن الصعوبات كبيرة وكثيرة خلال هذه المرحلة لكنها لن تبقى كما هي خلال المرحلة القادمة بإذن الله كمان بتتوقع أن السعودية خلال المرحلة القادمة هتكون أمام محطة بارزة تفتح المجال للشباب والشابات في السعودية إلى فرص عمل ووظائف كثيرة حيث أنني أرى ورشة عمل ووظائف تطال أكثر الشباب السعودي واللي شايفته أنا أن ما حدا هيكون قاعد في بيته بدون عمل حتى رواتب الشهرية في المملكة العربية السعودية سوف يطلها التغيير نحو الأفضل ولن يترك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أي مواطن سعودي خلال المرحلة القادمة يعاني من فرص عمل أو من أزمات معيشية قاسية كمان بتتوقع صدور قرار ملكي يفاجئ الأوساط السعودية يحمل توقيع الملك سلمان وولي العهد بإصدار عفو عن بعض السجناء في السعودية والذين لم يتورطوا أو يشاركوا في أي عمل أو أعمال عدائية أو تخريبية أو إرهابية على أرض المملكة خير من ولي العهد السعودي لإعادتهم إلى المجتمع لبناء حياتهم من جديد كمان تتوقع أن ولي العهد السعودي هيقود حرب وحملة واسعة على أعمال الرشوة والفساد بشكل لم يسبق له مثيل وسنرى عيون رجال الأمن والقيادة ساهرة ساهرة لا تنام وهي تضع عين على الرشوة وعيون على مراكز الفساد وسيكون العقاب والقانون فوق الجميع والمحاسبة ستطال الفاسد الكبير قبل الصغير وسينعكس هذا القرار على كل الدوائر والمرافق السعودية بدون استثناء من توقعات كمان ليلة عبداللطيف أنها تشهد ليبيا وأحدى المناطق الليبية للأسف اشتباكات مسلحة بين جماعات السيد دبيبة وبين جماعة متطارفة سوف تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحة من توقعاتها كمان أن الجيش الليبي حيدخل للسيطرة على هذه الاشتباكات والأنظار معاهل الإعلام حيتوجهه لليبيا على السيد دبيبة لحدث ما وهنا أقول له بأن ينتبه جيدا على أمنه خصوصا خلال الفترة القادمة العاصمة الليبية ترابلوس ستكون من جديد تحت رحمة المخاوف والتهديد من عودة الاقتتال والاشتباكات إلى المدينة وذلك بسبب بعض التطورات القادمة كمان بأراءة الساحة الليبية على موعد مع ظهور شخصية ليبية قوية وبارزة لها جمهور وشعبية كبيرة على الأرض وتتمتع بالإحترام والتقدير من أغلب فئات وقيادات الشعب الليبي وسوف يلعب أدوار بارزة وكبيرة على الساحة الليبية خلال المرحلة القادمة كمان حيكون لي دور فاعل مع محاربة كل أنواع التطرف والإرهاب بالتعاون والتنصيق مع كافة الأجهزة الأمنية في ليبيا وهي بتشوف أن هي الشخصية ممكن كمان تكون قدوة وكمان ممكن تشوفها هذه الشخصية تكون على موعد مع استلام الرئاسة في ليبيا وحتحط ليبيا على بر الأمان من توقعاتها كمان للعراق بتتوقع أن العراق أمام إنشاء تحالفات سياسية جديدة وبارزة ومن هنا شايف الشارع العراقي بيشتعل من جديد وهتتجه الأنظار للسيد مقتدى الصدر من جديد خصوصا عندما نسمع موقف أو قرار كبير من السيد مقتدى الصدر يرسم من خلاله خارطة الطريق السياسية الجديدة للعراق وشايف أن تأليف حكومة جديدة في العراق لن يكون سهل خلال مرحلة قادمة وحكومة جديدة لن تصند في العراق وعمرها السياسي سيكون قصير لذلك شايف بروس شخصية جديدة خلال المرحلة قادمة بتأليف حكومة عراقية فاعلة تشمل جميع الأطراف وتبدأ هذه الحكومة بالعمل الجدي على تهديئة الأوضاع الشعبية والأمنية والسياسية وشايف أن دور رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظيمي لم ولن ينتهي بعد دوره في العراق واسم الكاظيمي حيرتبط وينمع أكثر من خلال عدة قضايا وطنية وسياسية قادمة بتقول من هنا أرى السيد مصطفى الكاظيمي يعود ويحتل حديث الأعلام والناس وأيضا شايف العراق لمرحلة انهاء الصراع وسيكون خالي من التطرف والسلاح أو المسلحين وسيصبح سلاح الجيش العراقي هو السلاح الوحيد اللي بيسيطر ويحكم على أرض العراق من دوقات لايل عبداللطيف الخطيرة أيضا شايف شخصيات تونسية بارزة هتكون أمام القضاء للمحاسبة وأغلب هذه الشخصيات سنراها وراء القطبان أيضا ترى الأزمة التونسية تتصعد وتشتعل وتشعل غضب الشارع من جديد ولا تستبعد حدوث عملية اغتيال كبيرة تهز الشارع التونسي للأسف كمان على الصعيد السياسي شايف تونس بتتوصل لقرار دستور وقوانين وتشريعات جديدة مما سيجعل الأزمة التونسية تجد طريقها إلى الحلول السلمية والسياسية المناسبة من أجل أعادة زمن الهدوء السياسي والاستقرار الأمني والإزدهار الاقتصادي ومواسم السياحة المميزة وأرى أن الدستور الجديد في تونس سيكون متوازن ويؤسس لبناء دولة خلية من التطرف والأزمات وطبعينا الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخضر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبداللاطيف والتوقعات العربية واللي شايفها ممكن تحصل في المرحلة القادمة بشكركم جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقرأكم وضمتم في حفز الله ورعيته اشتركوا في القناة